مشاهدين دلوقتي انسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع مينة الشرقية تفضلي منه شكرا ديك أحمد التامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم تنطلق صباح اليوم أعمال مؤتمر العالم الثامن للبرلمانيين الشباب الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشهد المؤتمر مشاركة مكتفة من وفود برلمانية من أكثر من ستين دولة فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر بشأن تغير المناخ قال رئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر مؤلمة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفرو دونتسك ومنطقة خاركيب وفي خطاب أضف زيلنسكي أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للسواريخ مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشركة لتأخر تسليمها أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممرا إنسانيا اليوم لإجلاء المدنيين من مصنع أزد في مدينة سيفرو دونتسك وأفدت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين مضيفة أنه سيتم نقل المدنيين إلى منطقة لوهانسك الانفصالية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على الحدود مع أوكرانيا بما في ذلك بولندا في محاولة للمساعدة في زيادة صدرات الحبوب من كييف ومعالجة أزمة الغذاء العالمية المتنمية وأضاف بايدن أنه يعمل مع دول أوروبا لإدخال 20 مليون طن من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا إلى السوق للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية قالت وزارة الطاقة الأمريكية أنها منحت عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة رئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات التي يتم بيعها سيجرى تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر ألغيت رحلة جوية كان يفترض أن ترحل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين في إطار خطة أقرتها الحكومة البريطانية للحد من تدفق المهاجرين السريين إليها وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظة الأخيرة وتقول لندن أن ترحيل المهاجرين من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر أعلنت سويسرا إغلاق مجالها الجوي حتى إشعار آخر جاء ذلك القرار على خلفية حدوث مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية تسببت في إيقاف حركتي الإقلاع والهبوط في المطار ورياضيا يصطدف الأهل في التساعة مساء اليوم فريق إسترن كومباني في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدور الممتاز ويحتل الأهل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الأخير برصيد 13 نقطة ختم ومجاز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر